تتواصل الجهود في مستشفيات محافظة الإسماعيلية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحارجة التي تشملها المبادرة وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو من عام 2018 وحتى الآن فالمبادرة الرئاسية مستمرة في عملها رغم تدعيات أزمة فيروس كورونا مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت في وقت سابق عن آليات التسجيل في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحارجة والعاجلة التي تقدم جميع خدماتها مجانا للمستفيدين منها وناشدت الوزارة المواطنين ممن يحتاجون لتدخلات جراحية عاجلة سرعة التسجيل ببرنامج قوائم الانتظار حرصا على صحة المواطنين بنقدم خدمة طبية حوالي 10 تلاف مريض أورام في الشهر حوالي 120 ألف مريض في السنة بيتطلقوا جميع الخدمات الخاصة بمرضى الأورام بشكل مجاني أو على نفقة الدولة عندنا العيدات الخارجية فيها تنقسم لعيادة جراحة الأورام وعيادة الإلاج الأورام وعندنا عيادة جهاز هضمي بتخدم على المرضى الموجودين سواء ممكن نعمل لهم مناظير قولون أو منظر علوي عندنا كمان فيه العيادة بتاعة علاج الألم اللي بتقدم خدمة علاج الألم سواء المرضى السرطاني اللي موجودين عندنا عيادة الروماتزم اللي موجودة عندنا كمان فيه العيادة بتاعة الأشعة اللي تقدر تقدم خدمات الأشعة التدخلية ونحضر العيادة المرضى اللي داخلين يعملوا عمليات جراحية كجراحة الأورام أو مرضى اللي محتاجة عنها مركزة أو مرضى بتدخل عندنا في الأقسام الخاصة بقسم الكيماوي لترك العلاج الكيماوي عندنا علاج الكيماوي بيختلف عن أي مكان تاني أو أي علاجات تانية إنه بتاخذ بمعدلات زمنية محددة دايما بنحرص أن احنا دايما فيه مراقبة وفيه مرور باستمرار من الأطباء ومن مشرفين التمريد على التمريد أثناء أداء تأدية الخدمة للمرضى الأورام اهتمام بتقديم خدمة علاجية على أعلى مستوى مع عدم تحمل المريض أي التكلفة مالية وتتم استقبال استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 1-5-3-0-0 الذي يعمل يوميا من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساءا لتكثيف العمل بموادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة